انا بشوف يعني الزمالك بالنسبة له واخد بطولتين هو يكسب الاهلي في الفاينال وياخد بطولة سوبر وده تعويض عن مباراة نهاية دا ولا بطولة فاقية انا شايف ان كل الناس بتتكلم في كده انت رأيك ايه لا انا رأيك مش كده تماما بطولة افريقيا دي بطولة مختلفة انت بتكلم دي مباراة من 90 ديئة لكن بطولة افريقيا هي الاقوى هي الاقوى على مستوى القرى رأيك ايه كابنالكريم في الجزية دي طبيعي انا زمالكاويه هقولك لأ انا شايف ان دي اقوى السوبر اقوى هقول كده انا شايف كده عن اضطناع ؟ عن اضطناع اللي اتنين بطولتين كبار اه اللي اتنين بطولتين كبار تمام وخلي بالك هي قيمة الابطال افريقيا اللي خدها الاهلي من الزمالك ما هو أخد البطولة دي كتير جدًا ولسه ياخد دا السن� اللي فاتت بس ليه احمد لسه يذكر ده عشان هو خدها من نات زمالك صحيح فالزمالك برضو من حقه لما ياخد السوبر يقولك أنا أخدت السوبر من الأهل فالتنين واحد لكن خلي الزمالك خد السوبر من الوداد هيفرح لكن مش زي الفرحة دي الأهل يخد في الفترة الأخيرة خمسة أفركة صح ليه فاكر بتاعت الزمالك عشان هو خد من الزمالك الأهل أنا أخدتها من الزمالك فالتنين واحد أنا عايز بس أأكد على كلمة أحمد تدام أنا أقول لي معنش شعبان الكلمة يا ويل اللي قابل الناد الأهلي بعد ماتش اخسرها يا ويل اللي قابل الناد الأهلي بعد ماتش اخسر الأهلي بعد ماتش اخسر الأهلي بس اللعيبة بعينها بتطلع نار ده حقيق ده حقيق في الملعب بس اللي حصل في المباراة دي والنقطة المهمة اللي أحمد اتكلم فيها كانت سيئة جدا بالنسبة للأهلي وده يقولك أنه في مؤشر خطر إيه بقى إن أنا سفر قبل ماتش بيوم التهيئة النفسية للمباراة يا كريم أهم من مرازة نفسها أنا ممكن أضع تشكيل صح وتغييرات تكون في التوقيت المناسب لكن أنا مش مهيئة لعبتي أصلاً لظروف المطش وده اللي أنا شفته من ندل أهلي خلي بالك أنا على قد بأنا فرحان جداً لندل زمالك بس أنا حزين جداً عن ندل أهلي لأنا بحترم ندل أهلي كمنظومة وككيان لكن اللي يقول لك ندل أهلي بكسب فنيات وأنه هو فنياته أعلى من أي حد في أفريقيا أه ندل أهلي عنده فنيات كبيرة جداً وعنده لعبات كبيرة جداً لكن مش ده سبب كوتر مش ده سبب النادل أهلي ده مش سبب الأول مش سبب الأول لكن إيه السبب الأول عند ندل أهلي الشخصية الدوافع اللي يتكلم عنها أحمد دوافع دايماً كان بتبقى عند ندل أهلي ندل أهلي دايماً عمري ما شفته احتفل ما شفتش لعب في ندل أهلي طول ما أنا بتفرج أو بلعب لعب بيحتفل ولمات شفتها في ندل أهلي فده يوريك إنه يفهم أشير خطر